هو أحد الوجوه السياسية المعروفة شغله هم العراق انتقد نخبة السياسية بسبب انخراطها في الفساد وسوء إدارة الملف الاقتصادية الذي أوصل البلاد إلى الفقر المطقع وأبرز من نادى بإصلاح جذرية لنظام الحكم وكيفية استخدام الموارد العامة وتوزيع السلطات في حكومة إقليم كردستان العراق وهو حريص على إبقاء خطوط اتصالاته مفتوحة مع القيادات العراقية تربطه علاقات جيدة مع دول الجوار ذلك هو مرشح رئاسة العراقية لعام 2018 برهم صالح سياسي معتدل ومنفتح على جميع التيارات السياسية في البلاد يتمتع بشبكة علاقات صميمية مع الوسطى الإعلامي والثقافية كما له العديد من النشاطات في المحافل السياسية والثقافية والاقتصادية العالمية مرشح الرئاسة برهم صالح تجوز من خلال عمله الدؤوب الخطاب القومي إلى فضاء أرحب يرى في حقوق الكرد متلازما ومترابطا مع الحكم الرشيد في الداخل الكردية وفي العراق وفي التواصل وتكامل مع شعوب المنطقة وهذه نبذة مختصرة للتعريف بمرشح الرئاسة العراقية برهم صالح ولد عام 1960 في إقليم كردستان العراق انضم إلى صفوف الاتحاد الوطني الكردستاني عام 1976 بكالوريوس هندسة مدنية وإنشاءات جامعة كارديف بريطانيا عام 1983 دكتوراه إحصاء وتطبيقات كومبيوتر جامعة ليفر بول بريطانيا عام 1987 المنصب والمهام التي تقلدها برهم صالح رئيس حكومة إقليم كردستان من عام 2001 إلى عام 2004 نائب رئيس وزراء العراق الحكومة المؤقتة عام 2004 وزير التخطيط الحكومة الانتقالية عام 2005 نائب رئيس مجلس الوزراء أول حكومة عراقية منتخبة عام 2006 ومرشح رئاسة الجمهورية عام 2014 كان لسنوات النائب الثاني لرئيس الاتحاد الوطني الكردستاني الراح الجلال طلباني رشح من قبل القيادة الكردستانية رئيسا للقائمة التي حققت الفوز بالانتخابات التشرعية بالإقليم عام 2009 كلف بتشكيل الحقيبة السادسة لحكومة إقليم كردستان تولى منصب رئيس حكومة الإقليم من عام 2009 إلى عام 2011 وتبنى صالح منذ توليه منصب رئيس الحكومة برنامجا طموحا ومبادرات عديدة أدفها دفع عجلة التنمية والازدهار والنهوض بواقع الخدمات والتعليم والصحة والإعمار في الإقليم ومن هذه المبادرات إطلاق برنامج لتوفير الزمالات لطلبة الإقليم للدراسة في الجامعات العالمية الرصينة دعم صندوق الإسكان وإنشاء جامعات جديدة دعم منح القروض الصناعية زيادة رواتب ذوي الشهداء والمؤنفلين والتنظيم القانوني لعمل منظمات المجتمع المدني وغيرها أسس الجامعة الأمريكية في السليمانية وأشغل منصب رئيس مجلس أمنائها أسس تحالف من أجل الديمقراطية والعدالة هدفه معالجة الخلل في منظومة الحكم الذي ينخر فيه الفساد والمحصوبية من أقواله التي لا تزال عاليقة في الذاكرة إن الحدود التي ترسم بالدم تزال بالدم أيضا موازين قوى الأمس فرضت أمرا واقعا وموازين اليوم تحدد واقعا جديدا قابلا للتغيير سياسة فرض الأمر الواقع لا تجدي نفعا بل أن حسن الإدارة ومحاربة الفساد وإنعاش الاقتصاد هو مدخل الحل الدائم على أساس الاتفاق الشامل المستندي إلى الدستور وبحسب الكثيرين فإن برهم صالح والأقدر بين المرشحين لرئاسة الجمهورية لجعل هذا المنصف فاعلا لا كرسيا لأمير نائم خلف قصر مغلق اشتركوا في القناة